نستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يلل فلا هادي له وأشار عن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشار عن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ هَقَّ تُلقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَدُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِهِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَازَ فَوْضًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ عِبَادَ اللَّهَ وَوُسِيكُمْ وَنَوْسِي بِتَقْوَا اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ خَيْرُ زَادٍ قال تعالى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُلِي الْأَلْبَاقِ أيها المؤمنون ها قد انقضى الشهر رمضان وهو شاهد لكم أو عليكم بما عودعتموه من الأعمال فمن عودعه عملا صالحا فليبشر بالجزاء والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا وليعلم أن الله لا يذيء أجر من أحسن عملا ومن فرط وقصر في الدخول من باب الصيام هو استسماء رمضان فليعلم أن باب التوبة أعم وعوس والله يتوب على من تاب قال تعالى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِهَا ثُمَّ اهْتَدَى أيها المؤمنون وَإِنْ قَضَى الشهر رمضان فَإِنَّ عَمَلَ الْمُؤْمِنِ لَا يَنْقَضِي قال تعالى وَعَبُدُ رَبَّكَ هَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن عادم إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقات جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له وقال الحسن البصري رحمه الله إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَدِ الْمُؤْمِنِ أَجَلًا دُونَ الْمَوْتِ إِبَارَ اللَّهَ وَمِمَّا يُسْرَوْ لِلْمُسْلِمِ بَعْدَ رَمَضَانِ المبادرة إلى قضاء صيام لمن أفطر في رمضان من عذر وخاصة عن نساء فالمسلم لا يدري ما يعجل له ولا يجوز تعجل القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فمن فعل فعليه ما القضاء الكفارة على الراجه من كلام أهل العلم وهي إدعام مسكين أن كل يوم إبار الله وصوم القضاء صوم واجب يلزم له تبيت النية من الليل ويهرم الفطر في قضاء رمضان إلا من عذر يبيه الفطر كسفر أو مرض ولا يلزم التتاب في القضاء ومن ترك القضاء حتى مات فإن كان من عذر شريعي ومرض استمر به حتى مات فليس عليه شيء أما إن ترك القضاء من غير عذر فمات فيشرع لوليه أن يطع معنه أما إن ترك القضاء من غير عذر فمات ترجمة نانسي قنقر 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 كان يفهم إليه وترجمة الناس وإنما انتصار ما يفهم هذا يجب انحصل إلينا بوليك وما تخبرد الناس وكان يجب أن أن يكون مدعي وأن يكون مدعي وأن يستطيع ادخل ما يكون كذلك يمكن ان اشعر في الأنية وأنك لا يمكن ان اشعر في الأنية وكان تطاقر في الأناية تركنا في الأنية إذا كان لدينا ذلك، لم تكن شكراً، فألا تسميه بهم جيدة من مجتمع لدينا ذلك، ويظارناك الكثير من ذلك يمكنل ربعنا أني لدينا الوحيدة، عندما فيه لا يمكنت تتخلص لك ولكن في الوحيدة في التطور أن يأتي إلينا لا يمكننا أن نصرف بنية النمطل لكن لو كانت أحضره عندما يأتيكيا نحن على سطنة كذلك ثم جائلا بقعطر أني أنا جائلا أنا مستمر لذلك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر